النهاردة الاهلي تعادل سلبيا مع الاسماعيلي دون اهداف وخسر النادي الاهلي رسميا بفارق النقاط عن الزمالك المتصدر الدوري المصري الممتاز عن موسم 2021-2022 مبدأين كده الاسماعيلي عمل مباركة كبيرة النهاردة قدام النادي الاهلي كان الشوت الاول افضل من النادي الاهلي كان افضل فيه الشوت التاني واعتقد ان الفريقين استحقوا التعادل حتى لو كان التعادل السلبي يضيئنا احنا كمشاهدين للكرة ولكن التعادل عادل بين الاهلي والاسماعيلي ولكن النهاردة خلاص نقدر نتكلم بشكل واضح أنه الأهلي خسر الدوري رقمياً ورسمياً الأهلي خسر الدوري الأهلي خسر الدوري عشان كان في بعض الأخطاء وكان في كثير من الظروف الصعبة يعني مباريات كثيرة إرهاق ضغط المباريات إصابات بالجملة أخطاء فنية أخطاء فنية من المدرب السابق وأخطاء فنية من المدرب الحالي في أخطاء حصلت في أخطاء في اختيار اللاعبين اللي يدعموا الفريق في مواسم انتقلات ماضية في أخطاء الأخطاء دي الأهلي هيعالجها الأخطاء دي الأهلي هيتلشها وهيتلفها الفترة اللي جاية خد بالك التاريخ بيقول إيه؟ التاريخ بيقول أن الأهلي بيتعرض لبعض الوقت لبعض العصرات لبعض الخسائر لبعض قليل جدا كلها قليلة من الخسائر ولكن يعود النادي الأهلي سريعا وكأنها دفع للأمام بعد عدد كبير من البطولات المهمة وبرزها طبعا آخر بطولتين في أفريقيا أو ما قبل الأخيرة وبرونزتين لكاس العالم وإنجازات بالجملة على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي وعلى مستوى التاريخ وكل شيء ممكن تقوله عن النادي الأهلي بقى يا الأهلي خسر سوبر مصري خسر كاس خسر بطولتين دوري وارد وارد وبقول وارد ليه؟ أنه منشستر سيتي بيخسر بطولات ريال مدريد بيخسر بطولات بارسلونا بيخسر بطولات بايرن ميونيك بيخسر بطولات باريس سان جرمان بيخسر بطولات وارد أنك وإنت ماشي وإنت فريق كبير وإنت شايف نفسك الأفضل تخسر ليه؟ عشان دي رياضة دي كرة قدم فهوارد أنك تخسر بس بما أنك خسرت يبقى فيه أخطاء بما أنك كسبت يبقى فيه مميزات خسرت فيه أخطاء تتعالج تتحول لمميزات بعد كده مهم أن الأمور في النادي الأهلي تبقى هادئة على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني وعلى المستوى اللاعبين وعلى مستوى الجماهير بحكم التاريخ وبحكم الماضي أن الأهلي هيقود